لنقاش ملف انتشار المخدرات في العراق ينضم إلينا من العصمة الأردنية عمان الكاتب والبحثة السياسية دكتور صباح علو أهلا بكم دكتور دكتور هل تسمعوني؟ نعم نعم أهلا بك وكنت بعد ترحيب أسألك عن تجارة المخدرات وانتشار هذه الظاهرة التي يرجعها الكثيرون لهشاشة الأوضاع الأمنية ما مدى صحة ذلك ومن يتحمل مسؤولية ذلك أيضا؟ حقيقة هذا الموضوع طبعا هو ليس بجديد في العراق وكلنا ندرك أن منذ 2003 ولغاية الآن هشاشة الوضع الأمني مع انتشار السلاح أعطى الإمكانية لكثيرا من العناصر والمجاميع التي تمتلك إمكانية تسريب ونقل مثل هكذا مواد من دول ومن مدن قد تكون حدودية مجاورة للعراق وأدت إلى حالة انتشارها ونقلها قد تكون أيضا باعتبار العراق ممرا لمثل هكذا مواد وبنفس الوقت أدى ذلك إلى انتشار وتعاطي المخدرات بشكل كبير جدا ولو نعود إلى الوراء قليلا بتاريخ 8-9-2016 تحدث السيد حاكم الزاملي من خلال قناة الشرقية وهو المسؤول اللجنة الأمنية في البرلمان أكد أن هناك العديد من العصابات التي تمتلك من الآليات والثيارات المضللة في عمليات نقل المخدرات وبنفس الوقت سيطرة الأحزاب في هذا السياق بالحديث عن سيطرة الأحزاب مدير شعبة التأهيل في جامعة ذيقار أكد هذه النقطة سيطرة الأحزاب ومساهمتها أيضا في تعزيز تجارة المخدرات وإيصالها إلى دول الخليج من خلال أن تكون دولة العراق ممر من الشرق الأوسط لكي تصل إلى الخليج العربي ما هو أو ما هي السبل التي تنتهج هذه الأحزاب وما هو حجم المكاسب أيضا التي تحققها على حساب الإضرار بالشباب العراقي كلنا ندرك أثناء وجود القوات الأمريكية ما قبل 2013 منذ 2003 إلى 2013 حقيقة كثيرا من الأحزاب التي كانت تشكل مجاميع مسلحة تحتاج إلى المال ولذلك نلاحظ انتهجت هكذا نهج مما أدى إلى انتشار وتعاطي المخدرات في العراق وخاصة في المناطق الجنوبية البصرة ناطرية عمارة وغيرها وفي بغداد أيضا وبنفس الوقت هي التي تسيطر حاليا خصوصا بعد 2013 على المنافذ الحجودية ومقصر وكذلك أيضا الشلامتة وغيرها نلاحظ وتسهل عمليات دخول هكذا مواد وبكميات قد تكون كبيرة وكلنا ندرك أن القوات الأمنية ظهرت على شاشات التلفزة بأنها استطاعت من مسك أعداد وكميات كبيرة جدا ولكن لم تعلن عن مصادر العناصر التي كانت تسرب وتنقل هذه المواد وتساعد في عملية إدخالها إلى العراق أو نقلها إلى دول الجوار أو دول أخرى كممار لنقل هذه المخدرات هل تظنون أن هذا التكتم عن مثل هذه الجرائم وحجم هذه الأضرار التي تصيب الشباب هو ما دفع اليوم الشباب في البصرة وغيرها للهتاف ضد هذه الميليشيات التي تتورط في مثل هذه الجرائم لترويج المخدرات هناك دراسات وإحصائيات حقيقة تؤكد أن أكثر من 30% من الشباب ما بين عمر 18 إلى 30 عاما يسعاطون المخدرات نتيجة لجملة من العوامل أولى هذه العوامل البطالة ازدياد حالة الفقر حالة من حالات الاضطهاد في الحقوق من حيث التوظيف أو التمييز وغير ذلك بنفس الوقت غياب الرقابة الأمنية الحقيقية الواضحة في مسألة من يقوم بعملية بيع والتعاطي للآخرين أي دون وجود سلطة واضحة المعالم تحقق في ذلك حقيقة وهذا شكل لنا خطرا كبيرا في انتشارها في المناطق المختلفة من أرجاء العراق وخاصة مؤسسات التعليمية والجامعات وحتى المدارس بصراحة شكل لنا عائق كبير جدا أمام مسألة التربية والتعليم الحقيقي وهذا هنا يشكل لنا فسادا كبيرا وواضح المعالم في العملية التربوية والتعليمية في المؤسسات في داخل العراق تحدثتم عن استقدام هذه المخدرات من المنافذ الحدودية كيف يمكن الحد أو على الأقل فرض أدنى قدر ممكن من الرقابة على هذه المنافذ لتقليل من استيراد هذه المواد المخدرة بصراحة أهم جانب أساسي اللي لم يتمكن تتمكن الحكومة من فرض الأمن وجمع السلاح ومنع عملية انتشاره هو الجوهر الأساس الذي سيضعف كل شكل من أشكال المجامع التي تتحامل وتتحاطى في عمليات النقل وغيرها هذا هو الجوهر الأساس أي الخلل الأمني ولذلك اللاحظ هناك تأكيدات جوهرية وأساسية من كثير من المراقبات السياسيين يؤكدون أن هشاشة الوضع الأمني هي التي تعطي الإمكانية في استمرار عمليات النقل والتعاطي ودخول المخدرات من خارج العراق عن طريق منافذ يسيطر عليها مسلحون أو مدعومون من قوى والسياسية وأحساب أو مجامع مسلحة بما فيها حتى العشاء شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث السياسي الدكتور صباح علو كنت معنا عبر الهاتف من عمان